السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا أنباء إيجابية عن بدء المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تم الاتفاق الآن على أن تبدأ هذه المحادثات في بيلاروسيا على الحدود البيلاروسية الأوكرانية هناك اجتمع الطرفان لإجراء محادثات ويترأس الجانب الأوكراني وزير خارجيتها المطالبات أوكرانيا هي واضحة على الشكل التالي أن يتم وقف العمليات العسكرية وسحب كل القوات الروسية من أوكرانيا طبعا مع ذلك بشكل موازي العمليات العسكرية مستمرة مع الأسف والأوكرانيا لحد الآن صامدة أو العاصمة كييف لا تزال صامدة لحد الآن بانتظار نتائج هذه المحادثات ولكن الرئيس الأوكراني لا يتوقع أن توضي هذه المحادثات أو المفاوضات إلى نتائج سريعة وملموسمة مع الأسف ننتقل إلى الموضوع التالي وزيرة الدفاع الألمانية لامبغيشت أعلنت أن الأسلحة التي وعدت الآن ألمانيا بتوريدها إلى أوكرانيا ستصل إلى هناك خلال ساعة نعرف ألمانيا وعدت بإيصال ألف قطع سلاح مضادة لدروع وخمسمائة صاروخ مضاد جوي من نوع ستينجر وأن العملية لن تطول إيصال هذه الأسلحة وإنما ستصل على الأغلب اليوم خلال ساعات سيتم إيصالها مباشرة إلى الحدود البولندية الأوكرانية ومن هناك سيتم تسليمها للجانب الأوكراني طبعا إذن ألمانيا تتحرك الآن بسرعة وبشكل مفاجئ أيضا مع كل الأشياء الأخرى التي شفناها السماح أيضا بتوريد الأسلحة لها من عدة دول أوروبية وأيضا من أسلان كذلك لصالح أوكرانيا أيضا الاتحاد الأوروبي خصص مبلغ حوالي 450 مليون يورو الآن لتقديمه كمساعدات عسكرية لأوكرانيا ومن بينها الحديث أيضا حتى عن تقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا أيضا للسماح لها بالصمود الجوي أمام روسيا في الموضوع التالي المتحدث باسم الحكومة الألمانية أعلن أن ألمانيا في هذا العام في 2022 ستقوم برفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الكل البيب البروتو إنلانس برودوكت طبعا المستشار كان في كلمته البارحة أعلن أن هذا الرقم سيتم الوصول إليه في عام 2024 ويبدو أن ألمانيا تسرع الخطوات أكثر وأكثر وهذا يعني أنه في هذا العام 2022 سنشهد أيضا إلي رفع ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي 2% ولكن نشوف حجم الناتج المحلي الكل في ألمانيا البيب في ألمانيا البغوتو إنلانس برودوكت هو 3500 مليار سنويا و2% منهم يعني حوالي 70 مليار إذن سيتم الإنفاق العسكري في هذا العام بشكل كبير 70 مليار يورو كـ 2% من الناتج المحلي الكل وأيضا 100 مليار إضافية هذا يعني حوالي 170 مليار يورو من المفترض أن تقوم الآن ألمانيا بإنفاقها على إعادة بناء وهيكلت وتنظيم الجيش وتزويده بالسلاح من ناحية أخرى قيام ألمانيا بهذه الخطوة الكبيرة علاقة الآن استحسان ودعم أيضا من فرنسا السكرتير الفرنسي الأول لشؤون الأوروبية السيد كليمنت بيوني في تصريح له لقناة اليوروب 1 أعلن أيضا عن دعم فرنسا لهذه الخطوة الألمانية يعني توشجع ألمانيا على القيام بذلك بعد التغير الكبير في السياسة الألمانية بمقدار 180 درجة وقال أن هذا يرفع من الأمن يعني أيضا في القارة الأوروبية إذن حتى الشركاء الأوروبيين يعني الآن يعني راضين عن هذه الخطوة الألمانية في رفع ميزانية الدفاع وإعادة بناء الجيش الألماني اليوم كان في اجتماع للزيشاهدس كابينات لمجلس الأمن الألماني اللي عادة بيكون مؤلف من المستشار الألماني أولوف شولتس ووزيرة الدفاع الألمانية لامبغيشت ووزيرة الخارجية أيضا الألمانية ووزيرة الداخلية الألمانية ورئيس مكتب المستشار الألماني في هذا الاجتماع سيتم التباحث بشكل رئيسي حول موضوع استقبال اللاجئين الأوكرانيين بنعرف هناك موجة نزوح من اللاجئين الأوكرانيين المدنيين بشكل خاص باتجاه عدة دول منهم إلى بولندا ويتم استقباله هناك بشكل واسع طبعا بالإضافة إلى وجود نازحين يعني داخليين في أوكرانيا ووصول حتى بعض النازحين الأوكرانيين إلى ألمانيا هناك نقطة سلبية ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم يتم انتقاده بشكل واسع واستياء كبير هو موضوع بعض المراسلين الصحفيين لبعض القنوات يلي تحدثوا عن موضوع اللاجئين الأوكرانيين بطريقة فوقية مقارنة مع لاجئين من دول أخرى فمثلا أحد المراسلين ذكر يعني أن اللاجئين الأوكرانيين هن اللاجئين أوروبيين متحضرين أيضا وأنهم يعني زو شعر أشقر أو وعيون زرقاء وأنهم ليسوا كاللاجئين من العراق أو أفغانستان مع الأسف تم ذكر هالكلمات طبعا الفيديوهات موجودة على التيك توك لذا تحبوا تشوفوها إذن هناك استياء أيضا عن مواقع التواصل الاجتماعي من نظرة الاستعلاء هذه ومقارنة اللاجئين لأوكرانيين بلاجئين من دول الشرق الأوسط أو من آسيا يعني بهذا الشكل يعني فيها نوع من النظرة الفوقية والتمييز العنصري ضد لاجئين من دول أخرى فأيضا يعني هذه الأشياء عملت لجة واسعة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات فيكم تشوفوها على تيك توك ما بعدين نشرهون وفي الخبر التالي وزارة الدفاع الروسية الآن أعلنت على لسان وزير الدفاع الروسي يعني في كلمة موجهة للرئيس الروسي هو أنهم قاموا برفع استعداد قوات الردع النووي الآن بشكل كبير يعني فاشتاكت ألا عم بغايت شافت وأنه تم رفع يعني جاهزية قوات الردع وخاصة قوات الردع النووية وتم الحديث عن ثلاث مجموعات من القوات هي قوات الصواريخ الروسية وأيضا البحرية بحرية الشمال وأيضا بحرية المحيط الهادي فيعني عبتم رفع أيضا جاهزية القوات الروسية بهذا الشكل القوات الردع فيما اعتبرت يعني خطوة مبالغ بها جدا يعني قياسا للأحداث الجارية من قبل العديد من الدول الأوروبية وخاصة من رئيس وزراء بريطانيا اللي أعتبر يعني أنه نوع من البلاغة يعني أنه عبتم التلويح يعني بهذا الشكل ورفع جاهزية هالقوات تحديدا يعني وفي خطوة يعني انتقدت بشكل كتير كبير وتم اعتبارها أنها خطوة مبالغ بها في الخبر الأخير مع افتتاح اليوم البورصات يوم الأسنين مرة أخرى تأثر روسيا طبعا والعمل الروسي بشكل كبير الآن بالعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على روسيا وهذا سيتسبب طبعا أيضا بمشاكل لبعض الشركات الألمانية ولكن الحكومة الألمانية على الأقل وعدت بمساعدة هذه الشركات التي ستتأثر بالعقوبات الاقتصادية لم يتم الإفصاح عن حجم المساعدات التي قد يتم تقديمها للشركات الألمانية ولكن بالتأكيد أيضا ألمانيا ستتأثر بذلك مع دراسة احتمالية أيضا يعني إعادة أو تمديد مدة تشغيل مفاعلات نووية في ألمانيا لينتاج الطاقة في ألمانيا باقي سلاس مفاعلات يعني لا تزال تعمل ولكن وزير الاقتصاد الألماني غوبة حابك وحماية البيئة يعني قال أن كل الخيارات مطروحة في ألمانيا تعويض النقص الذي قد يحصل في الطاقة للموارد الطاقة في ألمانيا ومنها دراسة إمكانية تمديد عمل المفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية مع الأسف الشركات الكبيرة المشغلة لهذه المفاعلات مثل الـ AVA والأيون والـ ANPV أعلنوا أن الوقت تأخر يعني أنهم بدأوا منذ فترة طويلة بوقف تشغيل هذه المفاعلات وبالتالي لا يمكن عودة إلى الوراء وإعادة تشغيلها دون وجود مخاطر يعني فعلى الأغلب هذه الخطوة ستكون مستبعدة بكل الأحوال يعني أعلن أيضا المستشار الألماني أولوف شولز عن بدء بناء أيضا تيرمينلز لتخزين الغاز المسيل أيضا في ألمانيا خاصة في مقاطعة نيدا زاكسن كأجراء احتياطي في حال قامت روسيا بقطع الغاز عن ألمانيا وهو الشيء الذي لم يحدث لحد الآن ولا يتم حتى التلويح به وهيك ما يكونوا عملنا جولة واسعة لآخر التطورات أتمنى أكون أفتكم خلال معلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر